من صنع الأشرار في عالم الديزني في هذا الفيديو الذي سيكون بالتأكيد مقسما إلى عدة أجزاء سنرى كيف ظهر الشر الذي لمس الأشرار المختلفين في عالم الديزني لذا استعد لتدوين الملاحظات والانتباه جيدا لأنك كل ما ستراه في هذا الفيديو سيظهر لك عجيبا ومثيرا ليهتمام لذلك بدون إطالة نبدأ الآن أود أن أوضح في البداية لكي لا تختلط علينا الأمور هؤلاء الأشرار سنطلق عليهم الأعداء الأعداء هم هؤلاء الكائنات التي تعتمد على السحر الأخضر ويستخدمون أياد الجثث والتي يتلاعبون بهم ويسيطرون عليهم بواسطة السحر وهم يسيطرون أيضا على بعض البشر لإقناعهم بارتكاب أعمال فضيعة وبالتالي حصول على أشخاص وذبحهم ويحتفظون بجثثهم لاستخدامها في السحر وللتحكم في البشر بشكل خاص كما رأينا مع هذه الشخصية التي اسمها في سيلير حيث يقدم الأشخاص للأشرار للتحكم في ناس آخرين عن طريق السحر وهذا ما حدث أيضا مع المالك ماغنيفيكو الذي كان يتم التحكم فيه مباشرة على أي حال كما قلت لك من قبل وللك بعض الأشرار الذين في البداية سنصنفهم على أنهم أشرار عاديين أي الأشرار الذين لم يتأثروا مباشرة بالأعداء ولم يتم السيطرة عليهم لنقوم بذكرهم بسرعة فكر بجميع تلك الشخصية الشريرة التي لم نراها أبدا تستخدم أي نوع من السحر أو تتأثر بأي تعويضة لذا نبقى مع الشخصيات التي تتأثر مثل البشر بالحقد والحسد وهذه الشخصيات تتأثر مثل البشر بالحقد والحسد مثل ساكار تجاه أخيه أو الأنانية الزائدة لدى جاسون بسبب عدم قدرته على التغلب على إمرأة معينة وكذلك عدم سيطرة كلود على نفسه بعد رؤية الأميرة إزميرالدا أو الطمع والجشع لدى كلايتون الراغب في تحقيق ربح من خلال التجارة مع الغريلات أي ببساطة جميع تلك الشخصيات الشريرة التي لم تكن لدي أي قوى سحرية كانت شريرة بطريقة حقيقية وهذا يعني أن أي فعل سلب قام به كان بسبب رغباتهم الحقيقية التي كانت أمنيات يريدون تحقيقها بأي حال من الأحوال والآن فيما يتعلق بكيفية تأثير الأعداء على البشر لخلق الأشرار يجب أن نعود إلى الأصل الأساسي لكل الشرور كل شيء بدأ مع هذا الشيطان الأسود الذي ظهر في أحد أفلام ديزني هو شيطان عملاق يعيش في جبل استيقظ في إحدى الليالي من نومه ليحيي جيشا من الشياطين كلها مكلفة بسرقة نفوس الأشخاص الموجودين في قرية وهي قرية قريبة من الجبل يمكنني القول أن هذا الكائن هو الشيطان بكل معنى الكلمة لأن الطريقة التي تم فيها هزيمته عبر أشخاص كانت تستخدم مجموعة من الطقوس والأجراص وكانت موجودة في المعبد الذي كان موجود في القصة وأدت به هذه الأجراص إلى الدخول في نوم عميق بل دخل في غيبوبة ومع ذلك رغم دخوله في غيبوبة لم يقضي هذا الشيطان على أتباعه ولا تزال حاضرة في العالم وهذا بالضبط ما سنطلق عليه الآن بإسم الأعداء حيث كانت هذه الكائنات التي أطلقها الشيطان تستهلك نفوس البشر ويفعل ذلك لقرون وبعد ذلك يمكننا أن نفترض شيئا هؤلاء الأشخاص الذين أوقفوا هذا الشيطان ربما كانوا هم أنفسهم الذين حبسوا الأعداء في كتاب السحر الأسود أي الكتاب الذي حاول الملك مغنيفيكو الحصول عليه للحصول على السلطة لهزيمة آشا ولكن في اللحظة التي فتح فيها الكتاب انتهى بتحرير الأعداء لأول مرة منذ قرون وأصبحوا تحت سيطراته تماما كما نعلموا جيدا في نهاية قصة آشا أو التمني حيث يمكننا أن نفهم أن مغنيفيكو أصبح سجينا للأعداء في مرآت وهذه المرآت توجد على قمة العصى وسجنه كان ضروريا لتوجيه قوة للأعداء لذا الآن دعونا نرى كيف يتناسب هذا مع بعض الأشرار الذين لم نسميم حتى الآن لقد حبس مغنيفيكو في المرآت الموجودة في العصى ووضع في السجن قلعة الظهور ولكن ماذا حدث ليدي المملكة بعد الإطاحة بمغنيفيكو أولا ليس لدى الملكة خبرة في الحكم ولأن كانت لدي فتاة كمستشارة تريد تحقيق رغبات جميع السكان وهذا بالطبع جعل المملكة تتدور مع مرور الوقت أريد أن أطرح عليك سؤالا هل سألت نفسك يوما لماذا كانت دوافع أولئك الأشرار الأولى في عالم الديزني كانت دوافع وأشياء وأمنيات بسيطة وكانت تبدو لنا سخيفة حسنا صدقني ستحصل الآن على الإجابة مع مرور السنوات والأجيال والتطورات التي لا نستطيع حتى تصورها انتهى الأمر بمملكة الظهور إلى الحالة التي نرى في فيلم بياد الثلج أو سنو وايت وأن القلعة نفسها انتهى بها الأمر وأصبحت بيد ملكة اسمها أي الملكة الشريرة وهي زوجة أب بياد الثلج وهذا هو المكان الذي يبدأ فيه الشيء الأكثر إثارة للاهتمام كما نعلم جيدا أن المرآة السحرية كانت تحت سيطرتها وكان هناك كائنا محبوسا في المرآة يخبرها ما إذا كانت هناك إمرأة أجمل منها أم لا ولكن إذا كان يجب أن نأخذ في اعتبارنا شيئا فإن وجه الكائن الذي يظهر في المرآة ليس إنسانا بل هو مجرد طيف أو شبح هو شيء يعيش هناك ووجهه شاحب وعليه لون أخضر ربما ستعرفون من هو بالفعل نعم الشخص الذي في تلك المرآة هو الملك ماغنيفيكو أو بالأحرى روحه الملعونة التي تم حبسه في المرآة إلى الأبد هو تحت سيطرة الأعداء هو قادر فقط على العيش في المرايا إذن هذا هو السبب الذي يجعلنا نفكر فقط في أن الكائن في المرآة هو روح أو الروح الملعونة لماغنيفيكو ولكن المهم هو أنه لم يعود كما كان في السابق بل أصبح مجرد روح مسيطر عليها بنسبة 100% من قبل الأعداء وهذا هو السبب الذي يجعل من خلاله يستمرون الأعداء في قتل الأشخاص الذين يسيطرون عليهم ويخدمونهم لذلك يستخدمون ماغنيفيكو الشبح لأنهم لا يستطيعون التحدث بشكل طبيعي ولذلك كانوا في حاجة إليه هذه هي القصة حيث كانت الملكة الشريرة تسعى لتكون الأجمل في المملكة ولكن إذا كانت ترغب في هذا الشيء التافه ويشغن بالها كثيرا فليس ذلك لأنها كانت حقا شريرة بل بعد كل تلك السنوات التي عاشتها مع هذه المرآة الملعونة التي كانت تتلعب بها لتجعل جماله والشيء الوحيد الذي تهتم به وبالطبع وصل بها الحد إلى الرغبة إلى قتل شخص ما مثل إرسال أحد أتباعها لقتل فتاة بريئة فقط لأنها كانت أجمل منها ولكن الحقيقة هي أن الملكة ترغب في ذلك بسبب رغبة الأداء الحصول على هذه التضحية كما كان الحال في قصة بيادة الثلج والآن يمكن تفسير نهاية فيلم بيادة الثلج بطرق متعددة في النهاية يبدو الأمر غريبا عندما يأتي الأمير فجأة بعد فترة طويلة من الموت ويأخذها إلى القلعة القلعة تبدو كأنها مصنوعة من الذهب لذلك أظن أن بيادة الثلج لم تعود إلى الحياة وإنما روحها التحقت بالأمير الذي كان ميتا أيضا ولكن هنا يطرح السؤال إذا كانت بيادة الثلج قتلت من قبل الملكة الشريرة التي كانت تخدم الأداء فلماذا لم تكن روحها ملكا للأداء بعد أن ماتت لأنهم يسيطرون على الأرواح في القصة السبب أن بيادة الثلج كانت تمتلك قوى خارقة في القصة كانت تحميها وكانت كل مرة تنجم من القتل بل هذا ما يفسر عدم قدرة الأداء السيطرة على روحها دعونا ننتقل إلى شرير آخر كان لديه اتصال مختلف تماما مع الأداء وهي شريرة دعا ماليفيسنت يمكننا أن نفسر ذا بسبب سوء إدارة ملكة الظهور فإنه من المؤكد أنه قبل أن تستولي الملكة الشريرة وأجدادها على القلعة كانت قد تعرضت ليجمات وتم سرقتها لذا فإن الكتب التي كان فيها السحر الأسود كان قد وصل إلى الآخرين لأن الكتب سرقت من القلعة والذي فقدت السيطرة عليه حيث يمكننا أن نرى أن الاتصال الذي أقامته ماليفيسنت مع الأداء كان ضروريا وكان عميقا على عكس الملكة الشريرة التي كان سحرها وتواصلها مع الأداء ضعيف ماليفيسنت بالمقابل كانت قادرة على استحضار السحر بالضبط لأن مثل ماغنيفيكو صنعت أيضا عصى تشبيه العصى التي كانت في الماضي بل يمكنني أن أقول أنها هي نفس العصى وتم استحضارها بواسطة السحر عن طريق الأداء وهذا ما يجعلها تحصل على كل تلك القوة من خلال تلك المادة الخضراء ماليفيسنت قامت بأشياء فضيعة في القصة مثل الحكم على مولود صغير بالموت لكي تشعر بالإهانة سبب تافع لقتل شخص لكنها كانت في الحقيقة تخدم الأداء دون وعي الشيء المرعب لدى ماليفيسنت هو أنها استطاعت تحقيق اندماج كامل مع هذا السحر الشرير بسبب أنها كانت مرتبطة به وهذا ما يفسر لنا قدرتها على التحول إلى تنين ضخم لأنها كانت تمتلك السيطرة الكاملة على سحر الأداء السحر الذي كما نرى كان قادرا على استدعاء وحوش بهذا الحجم سنترك الأمور هنا اليوم بعد أن شرحت لك أصل ضرور القوى الشريرة التي تسكن عالم الديزني وعلى الجانب الآخر لا تؤثر بالضرورة على جميع الأشرار ولكن في الوقت نفسي كان لدي تأثير كبير على العديد من الشخصيات الآخرين الذين استسلموا لقوة الأعداء ومع ذلك صدقني الأفضل لا يزال في انتظارك لذا إذا كنت ترغب في معرفة ما يحدث مع الشخصيات مثل مالي في سنس وشخصيات آخرين في الديزني أدعوك للضغط على الزر اشتراك وتكون مستعدا لأن النظرية القادمة ستكون مثيرة للغاية بالنسبة لك وفي نفس الوقت ضع رأيك في هذا الموضوع في خانة التعليقات ترجمة نانسي قنقر